اشتركوا في القناة اقول لكم كل عام انتم خير اقول لي ماما انيسا الفخر انها تكون معاكم في هذا البرنامج الغريب في هذا البرنامج واسراري على اني احضر و اكون يعني ما امتنع انه البنية اللي تقدم هذا البرنامج اللي بدت الحلوة الشابة المؤدبة المحترمة الراقية في اخلاقها اللي الانت بتحاول ماما انيسا في هذا البرنامج هي بنيتي من 45 سنة كانت في روضة الرويثية وانا رايحة لهذه الروضة وهي كانت من بين الاطفال الصغار اللي موجودين فالصدف الحلوة تخلي ماما انيسا لا ترفض ولا يمكن ان ترفض ان تكون في هذا البرنامج انا اشوف برنامج ناجح وجيد والله يعطي العافية والصحة لكل العيالي اللي يشتغلون فيه ومنهم شقول اي بطاري محسن العلوي لانه هو اللي اللي اذاني ولادب تطلعين معانا يا ماما انيسا تروا لي مكاني معاكم دائما في تلفزيون الكويت وانتو في قلبي وفي عيوني وعيالي وسعيدة في نجلة الكندري تقدم هذا البرنامج وانا اسعد يا ماما انيسا اليوم بالنسبة لي فعلا يوم غير يوم فخر ويوم سعادة ان انا قاعدة قابل ماما انيسا في يوم من الأيام قبل شم شهر ماما انيسا رفعت علي التليفون وانا ما عرف رقمك وفاجأتيني بالاتصال وهذا الكلام منشور فقالت لي انا احب طلتك على التلفزيون وعطتني كلمات تشجيعية جميلة في وقت انا كنت في قمة حزني لكن اتصالها رفع من معنوياتي بشكل كبير عشان شدي انا اليوم جدا سعيدة ان احنا تقابلنا بعد اربعين سنة وقتها انا طفلة بقذلة شوف كنت طفلة حلوة الله يحفظت فتاة حلوة والله يمنا والأحلى ما فيك التواضع اللي فيك والرقي في التصرف وفي مخاطبة الحوار اللي تقدمين لنا شكرا وهذا اهم شيء هذا اعتز فيها يا ماما الله يسعدك يا ماما الله يسعدك آمين يا رب اجمعين ان شاء الله واكيد ابتسامتك الجميلة اذكرها من أربعين سنة لكن لا زالت مرسومة بنفس الجمال ونفس الروم ونفس الإطلالة لأنها نابعة من القلب يا ماما أنيسا فأكيد يعني هذه الروح تظل تعيش داخلنا والظل تعكس داخلنا جمال متفرد يختلف عن الآخرين بس أبي عرف شنو حب اسم إلى قلبتش ماما أنيسا أي طبع الحين عيال أم الأجيال لا 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 هاي كلها ألقاب يعني من محبة الناس يقولونها الماما أنيسا إنما كلمة ماما أنيسا غططة أنا نسيت أن أنا أسمي أنيسا محمد جعفر نسيت اسم ماما أنيسا حتى الآن أصبح الناس يعني يمها تعطيني إحساس أنه فعلا يعني أهل الكويت حاسين بماما أنيسا أنها تحب منهم كلمة يمها لأنها فعلا تشعر أنهم وهم عيالها لأنها حقيقة مرت البرنامج وبرامجت التي قدمتها مرت على أجيال عديدة وعلى ناس يمكن أننا كنا صغار وصرنا كبار لا أنت من ولدت ذاك نقولها ماما فعلا يعني تكون من القلب ولازال الإنسان مهما كبر يشوفك ماما الحمد شكرا قبل شوي ماما أنيسا كنت قاعدة بالغرفة مع البنات فكانوا يقولون ماما أنيسا لما تحضر تكون موجودة بالوزارة أو يتصور كل الناس الموجودة تكون حواليها تثالف مع الكل يصير زحمة المكان الذي قاعدة فيه فعلا شعور ماما أنيسا الحمد لله ودائما الناس يقولون أنك تتصلين على زملائك تشجعينهم تعطينهم الكلمات الجميلة أنا عشت هذه المكالمة أكيد فخلي نتكلم عن حبك لهذا التواصل مع الناس والأجيال التي ياتبادك والله يما عندما ترون جدامك يحبونك ويحترمونك ما المفروض ترديدها لهم أكيد تردينا بنفس لحساتها وأكثر تحبين أقول السالفة طبعا يعني في تلفزيون الكويت كانت البندة اللي تقرب الخير ما دي وينها الحين الله يحفظها مدينة عشور توهى طالعة صغيرة على تلفزيون الكويت واتصل فيني ابن الغالي علي الريس قال لي ماما أنيسا عندنا منيرة بتطلع اليوم في البرنمج قلت له مني منيرة قال لي منيرة عشور وتطلب ونبيت يعني نوع من التشجيع قلت له ما عندي معنى وكاني يوم قميس وفعلنا البررامج على الهواء وانا يعني من النوع اللي الشي تعلق بي الكويت وعيال الكويت تلفزيون الكويت الله يعني ما يكون عندي يعني رد غير اني اوافق قلت له حاضر ساعر فلاني اكون عندكو لسه ممكن ساعة واحدة والشيدي اللي حصل انه أنا يعني طالعا من البيت الصبح يعني اشوف البيت والشيدي قاعد يغسلون قاعد نخل عندنا في البيت ويد حلوة وغسلين الحوش تعرفين يعني بلاطو هذا فطحت ونكسرت ديني طبعا مدوني المهم خلينا من حكاية كسرت دين انتي شوفي يعني لما يقولون تقدير تقدير فلانا ما قدروها فلانا ما قدروه التقدير مو هو درع وجماعة يصف قوللك أو يعطونك هدية أو شيء الله التقدير اللي جاني وأنا رأيت يعني في البيت الساعة 12 من استقريبا من المستشفى يدي يعني بنجا ما كنت حاسة التلفون يدي ذا كل وقت حتى ما كان عندي يعني موبايل ولا تلفون البيت نعم نعم لازم أرد قالوا لي يبيش قصر بيان قصر بيان أو قصر دسمان الله ما أعلم حلو شلت التلفون قالوا قال لي أخوة جابر وياتش قلت له أي جابر لو سمحت قال لي أنا جابر قلت له يعني الصوت على طول طق في ذهني نعم بابا جابر قلت له أنا دايما أقول لها بابا جابر بابا جابر قال إي إي قلت له مو أخوي أنت ولدي الله يرحم يعني أنت شفيت منيرا قد قالت تعرضت لحادث شفيت شلو الحادث قلت له نسيت قلت له لا أنا طحت منكثرت ديني يعني هني ساعات هذه الكلام وأقولها الحين أبرت على اللي ينتظر تقدير هذا هو التقدير فابدي أوجه كلمة العيالي كلهم عيال الديرة الكبار لا يهمكم أنه ما أخذتوا تقدير من فلان التقديركم أنت تأخذونه من نفسكم إذا أنت أعطيت عمل طيب واحترمت الناس اللي حواليك وأعطيتهم الكلمة الحلوة ستأخذ أكثر الإحترام وهو أكبر تقدير الله عليك درس من دروس الحياة اللي فعلا كلنا لازم نحطه في بالنا يمكن طغت المادية بعض الشيء على المجتمع وصارت والناس يحبون الدرع ويحبون الشهادة لكن الأخلاق والمشاعر هي التقدير الأمر لا يخلق الأقلية البعض القليل من الأكثرية لا يهمهم يهمهم الاحترام قبل لأن الاحترام هو أكبر وأسمى تقدير ممكن الإنسان يأخذ صحيح مواما أنيسا بديتي أو كنت في البداية معلمة مدة طويلة مدة طويلة من 46 إلى سنة 60 يعني ما شاء الله قطعتي سنوات طويلة أنا حتى جيت التلفزيون وأنا معلمة وحلو ستين وأنا معلمة كنت سنة كاملة معلمة وقدمت وقدمت بالتلفزيون وتخصصتي في الإعلام والتلفزيون ببرامج الأطفال ما قدمت أي برامج قبل برامج الأطفال لا قدرت لا قدرت يعني أعرض علي بالتلفزيون تعرفين قليلين كنا الكويتيات غليلات وهذا يعني ممكن أقدم كذب النور استضعفوني استضعفات في في إنما أنا ما قدر صراحة ما قدر أكلم الكبار ما عرف ما قدر أكلم ما قدر أكلم ومجايف كونك معلمة خلاتك تفهمين عقليات الأطفال ونفسياتهم أكثر فكانت تناسبت برامج الأطفال أكثر والله يا أمي يشوفي هي توفيق من الله الحمد لله وعف الخاطف يجي اللقاء مع الأطفال غير غير لغاية هذه اللحظة أنا أعتقد في نفسي أن أنا طفلة كبيرة الله والله أحلى شعور هذا لأن الأطفال هبت الرحمن للوالدين للدنيا علينا حمايتهم حمايتهم شيء مهم يجب أن نحميهم منه اللسان رح أدخل اللسان اللي نحن نقدر يسيئلهم ويقدر يطلعهم يرفعهم طريقة شون يتعاملون سواء في البيت في البيت قولي ما شاء الله يعني لو الحياة هي اختلفت عن أول صحيح يطلعون بره يعني يجب أن يعمل يعني الكلمة اللي يقولها الأب أو الأخ أو الأم أو حتى لما أخذ عيالي معاي أو الساعات غصبا على الأهل عيالي يسمعونها من الناس صحيح من الحوارات حتى لو كانت هذه الحوارات فيه متسمع كبير من مجتمعات الكويت إذا ما تكون الكلمة اللي تطلع طيبة وما فيها يساء للكل ساعتها الطف رح يتعلم ورح يكون ينشأ في بيئة صالحة وينشأ يكون في المجتمع اللي هو فيه أيضا المجتمع صالح بالمقابل تقديم برامج الأطفال أكيد المذيع أو المذيع اللي حاب يقدم مثل هالبرامج لمواصفات خاصة غير اللي يقدم مع الكبار غير اللي يقدم برامج حوارية شنو أهم مواصفات الشخص اللي يدخل هذا المدين الحين يمكن إذا كانت ابنية يمانة تكون جميلة يمكن ما أدري ما أدري ما أدري ما أقول صرا ما أحف لها لغة خاصة ماما أنيسا لما طلعت نجلة لما طلعت ماما أنيسا بالتلفزيون كان على الهوى حوالي سنة ونصف ما عندنا تصوير مو مثل الحين على الهوى وانتي تتكلمين أمام الناس وجدامج معاك أطفال وانتي ما تغلطين ترجعين فيه كل شيء تقول لي أنا محسوب عليك طبعا الله سبحانه وتعالى ألهمني أني أنا أتكلم الكلام الذي تقوله هو الله الحمد أهل الكويت ببساطتهم بعلمهم بتقافتهم بحبهم لديرتهم أن بنت كويتية تطلع تكون الحمد لله من أول يوم على طول لقيت التشجيع فهذا شيء لا يمكن أنسى خلاني أحبهم أكثر أرجع أقول لك لغاية هذه اللحظة من يوم ما كنت صغيرة لغاية هذه اللحظة يعني من سنة واحد وستين وحنا الحين في سنة ثلاثة وعشرين لا يمكن أنسى حب أهل الكويت إضافة إلى الاحترام اللي غلفت فيه ماما أنيسا من راسها لرجلها من الرجل الكويتي قبل المرأة الكويتية نعم وقلت لك كان يمكن وحنا قبلها وكان يهمني يهمني أن كانوا الأسرة الكويتية ممثل الحين تريد أن نوان واخد صح ما يهمني الرجل يقول والله يحلو هذه نعم 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 كان يهمني الأم تقول يحلوها يحلو ماما نيسا نحسك كلنا كنا نقول يحلوها ماما نيسا والرجل يقول نعم والنعم والله إنسانا محترم هذا اللي كنت أنا أبي فالطفل يسمعهم رح يحب ماما نيسا والحمد لله لكن هذه رسالة قوية للمجتمع للكبار قبل الصغار والله ما هذه الرسالة المفروض تكون من هنا حتى قيام الساعة لكل إنسان إنسان يبي يعيش كإنسان في أي مكان يكون يحظى بحب واحترام من حوالي يعني لا يقول أن أنا والله الرئيس وانت مروس لا صح يعامل الإنسان الآخر بإنسانية بإحترام بحب تمشي ترى السفينة بهذا الشكل أكيد وهذا الإحترام وكل هذا الحب كان متبادل ما بين ماما أنيسا وكل الناس أكيد الحمد لله الكبر والأصغار صحيح وهذا نحن تكلمنا عن مستوى تلفزيون الكويت الذي يعتبر من أول تلفزيونات الخليج والذي قدموا برامج أطفال الذي كان من أوائلهم أول برنامج أول برنامج شوفي نجلة للفخر أنني أول كويتية أطلعت على تلفزيون الكويت أول كويتية لأنهم دائما يقولون الثالث مذيعة أو ذي أنا ما احترامي للمذيعة أنا ماما أنا محترامي صحيح أول برنامج رداء للأطفال هو وعلى الهوى عشان يعرفون الناس لماذا أنا محظوظة اليوم لا أنا محظوظة بالمقابل ماما أمنيسا هذه متابعة الكويتين وكلنا نعرفها كلنا نحسين فيها دعنا نتكلم عن برنامج الكويت ماذا كان التفاعل خصوصا أن كان التلفزيون الأول في المنطقة على مستوى الخليج ماذا ترون تفاعل الناس بالخليج أكيد كان يتابعون البرنامج يوم للحين للحين أنا وبعدين كانت فرصة كانت أول برامج الأطفال التي تسجل بالكسر الكبير من وزارة الخارجية الكويتية في الجنطة التي تذهب للسفارات الدول يبعثون لهم أشرط التبرم للأطفال هذا الكلام لم يأتي من عندي أنا لما زرت الخليج أول مرة سنة 85 يعني كانت جولة بناء على دعوة من عيالي في الخليج في الدول الخليج كانوا يقولون لي حتى المدارس التي زرتها في الخليج على أسم مدارسنا مثلا مدرسة الخنساء يقولون يوم كانوا يقومون لديكور نفس ديكور البرنامج هذا في مدرسة من المدارس قالوا يوم 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 مثل ما كنت يت صوروا الحلقة نفس حلقة الكويت يعني برنامج الكويت ترى مهما نقول وحن أنت حلطة مائدة الكويت الكويت هي النبراس للخليج كلها بل العالم العربي بل العالم كلها يكفي أن فيها حتى اليوم واحدة تقول لي لبنانية كانت تقولي هالكلام تقول سبحان الله كل دولة لا بد أنه أهلها يختلفون وما يحبونها إلا الكويت يحبونها وبعدين يذكرون اسم الله دائما الله والله والله يما الكويت لا شاء الله الكل يعني فيها أنا أرعي أقولها فيها بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه فيها مساجد في كل لحظة الصوت يعلها فيها باسم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم يعني الكويت حلوة يريد أن نشعر أن هذه ديرتنا في نظرنا على الأقل لا يوجد مثلها لا يوجد مثلها لا يوجد مثلها لا يوجد أن نشغل في الآخر لا يوجد الآخرين خاصة بالخليج العربي إن شاء الله يحبون الكويت يعني في شكل طبيعي الله يضيم هذه المحبة إن شاء الله يتواصل بينهم وإن شاء الله دائما وماما أنيسة أستأدمت ننتقل للوكيشن الآخر نطلع فاصل صغير وبعد إن شاء الله نكمل حوارنا تفضل عزيز الصغار والحين تعالوا نعيش هذه اللحظة سعيدة مع فقرة ألعب وتسال عيال الدير أهلان ومرحبا بكم وتحية طيبة أنقلها لكم في هذا اليوم الجميل إذن من بعد ما انتقلنا إلى اللوكيشن الآخر نكمل حوار من القلب إلى القلب مع أجمل قلب مع ماما أنيسة ماما أنيسة توصلتش رسائل من الأمهات ومن الأطفال رسائل حب رسائل يمكن تحمل مشاعر معينة أمنيات معينة ما تحسس الإحساس لو أنت محاطة بكمية من رسومات البريئة أو رسائل الجميلة كلميني عن هذا الإحساس لما تستلمي الرسالة أمي الآن استعملوا الموبايل توصلني فيه أشياء جميلة جدا يعني شعوري ساعتها يعني إذا كان اشتكيت من مرض أو من شيء شفي الأمهات قبل الأطفال لا يزالوا اللي اطلعوا يعني أيام الله لا يعيد شر أيام الكورونا نعم يمكن أنا كالي كلام في تلزون الكويت على يعني اللي جاني ردود بين الأمهات والأبا مستدسي بالكلام اللي أنا قلته مجرد كلام منصورة فوانيسا طبعا اليوم اليوم بالذات جتني يعني مثل ما تقولين يعني لحظة أنه لازم أقوم أشوف الغرفة كل ما فيها الدوالية أفتحها الله يعني الرسائل اللي جتني يعني اليوم جتني رسالة من السعاد العتيقي رئيسة جمعية الجود الخيرية نعم تعمل الجمعية لنشر اللغة العربية الله وكاني معهم لقاء يعني وبين وبين بالموبايل قلت له أنا كلام يعني اللغة العربية نست ما حد يتكلم فيها أنت قلتيني شايف وأتحدش ولدت بالإنجليزي يعني كأنه اللي يتكلم اللغة الأجنبية بين الناس وهذا هو الفاهم والمتعلم ما يخالف هذا ما يمنع نتعلم اللغات الأجنبية المفروض مو لغة الإنجليزية كل اللغات الآن أنا في يوم الأيام حاولت أتعلم لغة الألمانية وأعرف كم مصطرح بسيط بس لغتك العربية لغة الضاد لغة القرآن الكريم اللي نزل على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في يقرأ هي اللغة العربية يعني هذه من بين الرسائل الحوار اللي دور بيني وبين الأمهات في هذه الرسائل خصم التليفون فجاني كلام جميل جدا والله من واحدة تقولي كانت مديرة مدرسة وي من كم سنة تقولي ماما كلامك يجب أن يدرس يا حبيبتي هذا التقدير من الناس على كلمة حلوة أنت تقولينها تفيدين فيها المجتمع صحيح ليس كلمة تقولينها تتفاخرين فيها على الآخرين لا على كلمة يستفيد منها لجدامك عيالك لما تقولين كلمة حلوة طيبة ترسخ في ذهن الطفل الصغير يتعلم يشبه وهو إنسان كما جبه عيالي الكويت أنا قبل شوية شنو قتلت قتلت أذكر جملة أنت كنت تقولينها يمكن أنا وقتها عمري ست سنوات سبع سنوات في واحدة من المسابقات التي كنت تنعرض على التلفزيون مع الأطفال كنت تربطون عين الطفل ويدخل المسابقة كنت تقولين سملة على عيونكم لاحظي الجملة هذه أنا طفلة صغيرة لكن رسخت في بالي وتوني قاعدة ذكرتش فيها ففعلا كلمة الكبير الطفل فعلا يتأثر ويحفظها طبعا كنت أخاف لما يربطون يعني أخاف على عيونات صح والله الله يعلم يعني لما أقول الكلمة أقولها من قلبي يعني لأن أنا لا أحط أمامي ورقة إذا تعطيني ولا عمرنا شفنا بيدها كيو كارد ولا شفنا شفنا صح إذا عطيتيني ورقة أتكلم لا أعرف أتكلم نعم أقرعها ماما أنيسا يعني أكيد هناك كبار شخصيات بالكويت يمكن من وزراء مناصب قيادية من السنوات وهما أطفال شاركوا معك في البرنامج الحين لما تلتقين فيهم بعد مضي السنوات وتشوفينهم شون يكون طبيعة لقاء تذكرينهم يذكرون والله ما أذكرهم الخير يذكروني بخير أكيد يعني يمكن صلاة وفيني أكثر من ما أنا أتصل فيهم يعني البارحة كان يعني مشرفني الأستاذ يوسف الجاسم وبخالد كان يعني 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 مثل ما يقولون بالنقل لا أقولها بالعربي يعني شيء عن الله يرحمه أبو طارق محمد السنعوسي الله يرحمه أنا أذكر أبو خالد كان عامل لي حرقة في تلفزيون الكويت هو محاورني يعني يقول نفس الكلام اللي قلت قولين نفس الروح هي هي الإنسان ما يغير الشيء الأنسان الأصير الطيب اللي نفسه حلوة وما تربي تربية حلوة ما يتغير حتى لو مر عليه الزمن والمواقف بالعكس الأيام تصغل إذا يمر الزمن يعني لازم الإنسان تصغل هذه الأيام وتعلم الطيب يعني ما تكون المدنية الحديثة اللي تخلط علينا هي طريقة إلى هدم ما بنوا أهل الكويت أنا اللي حقتي على الكويت التراب ليس الكويت الحين ومع ذلك هي الكويت بحيني ذاك الوقت لغاية وأهلها هما ما تغير يعني زمن ما يغير ترى النفوس الأصيرة الطيبة ما تتغير تظل نفس نظيفة النفس النظيفة تظل فهذا تعاملنا مع يعني تعامل مع الأطفال وتعامل الأطفال وأمهاتهم وأباهم ماما ماما أنيسا يقف عند هذه النقطة الأطفال التعامل معهم يحتاج مهارات معينة فعلا خالي قولت شيء وأنا صغيرة يعني كبر الأطفال الأصغار هذول في البيت ما تصدقين يعني أنا ما مطلوب مني أشتغل و أشو شيء صغيرة أنا بس بيتنا كبير أخوان وحريم اللي كانت يعني أخوي أو مرتخوي أو لأمربيتنا تطلب مني أفعل شيء أطير طيران و أريد أن أخدم الكل كلمة عفي على الشيخ الله يعني عفي عليك يعني شجعتني أن أنا لغاية الحين يعني ما يجعلنا لا نشجع الطفل أنه يعمل عمل طيب أنه يقول كلمة طيبة ليش ليش نخلي يقول العكس فبالبرامج ونفي تصورين البرامج نفس الشيء وحواليتش هذا الكم من الأطفال كل هذول اللي حوالي و أنا قاعد على الكرسي الوثير اللي مو مريح سامحينا كلهم حوالي أنا لما كلمهم أطالح العيون الصغيرة ويطالح ما مونيس سعادة الكم كله والله أقولها بلا غرور ولا مجاملة لحظ والله ملكة الملكة في عشر يحبونها وعشرين يحبونها صح أحسن أنا تقول لا تحبني أحسن بالملكة يعني عوينات والله أكبر تسوى الدنيا وما فيها يعني يخل الأطفال حبيهم احترميهم أعطيه هذا الطفل قيمة يعني أنا تضايق من ساعة لما يقولون هو ياهل ما عليه شرر شنو ياهل ما عليه شرر والله أنتو اللي عليكم الشرر لأن الطفل بالعكس لما تحترمي والله قدرت يجوه في الدنيا كلها فيتش نعم بس عد ش سوي سوي اللي ما يطرح يسوي فيه بالمقابل ماما أنيسة لما يكون في عمل مسرحية لطفل يعني يمكن يكون في صعوبة الطفل لازم يحفظ دوره ويحفظ الحركة والوقفة فأنتي ليش ما استثمرتي عملتش وخبرتش مع الأطفال وكتبت لنا عمل مسرحي وما قدرتش على التعامل مع الأطفال شوفي أنا أتعامل مع الأطفال في برامل الأطفال ومع الناس الكبار رحين عمر يعني من سنة واحد وستساتين حتى الفين وثلاثة عشر نعم مرة لحظات أني أنا ممكن أسوي عمل غير البرامج يعني أسوي شيء مسرحية أسوي مسلسل وكان بإمكاني ستقالي أرجع شيء خطوة للورا ليش لأن هذا الاسم اللي بنيتي يا بنيتي عمري كله ماما أنيسا ومحبة الناس واحترامهم ما بأضيع بقابل لأنه أنا رح أخذ بقابل مادي بدون كلام نعم لا ما بأضيع هذا كله لأنه مرح أقدر يمكن أخف أسوي شيء مو بيبس سوى مثل ما أنا لما أشوف الآن أكو شيء ما يسع أو الغميضة والله يريتها فلان ما سوها الشيء قال عليها الكلام والله أموت بسم الله والله أموت بسم الله الحين ما يقصوا الوايد قاد يسوون أشياء اجتهادات منهم كثر ألف خير والله يعطيهم ألف عافية ومن حقهم يكسبون ما يشتغلون بلاش لأنه جهود بحال يصدق جهد الممثل الواحد لما يوقف فرر كائمة إذا نحن نحن نسوي برنامج كتصال أنا مد عشان يعني أنا ما أقدر ما قدرت يعني حتى شاء العفو يعني أقاطل في أنا حين عندي سويت الكتاب كتاب كبير بس عندي الآن من من أشياء من أيام الغزو الله لا عيد الشرل التحري عندي قاعد أفكر أسوي كتاب صغير أقول في قلبي صراحة في أشياء كثيرة أقول ما قلتها وما قدرت أقول الهواء يعني ما في مجال ننتظر بالمقابل أعمال الإذاعية الإذاعة عندي يوم الأحد والثلاثة والخميس نساعة في إذاعة البرنامج العام بعد صارات العصر مباشرة ثلاثة ونوث للأربعة والبرنامج يجد نجاح مصدقين ليس نجاح أن الناس يقولون زين وموزين لا يعني يترك أثر وهذا الأهم بالضبط ونحن حاليا محتاجين للناس التي تترك أثر في المجتمع ماما أنيسا يعني حاليا نمط الحياة سرعة نمط الحياة السوشيال ميديا التي صارت مفروضة علينا وتدخل حتى في تربية الأهل صايرة بين الأهل وأبنائهم وأطفالهم كيف نحن نغرس قيم ومبادئ أبنائنا في ظل هذه المواقع التي فيها الصالح والطالح وصرنا نشوف بعض السلوكيات السيئة كيف نحن نقدر كمجتمع نواجه كل هذا ونضل على نفس الخط والنهج اللي احنا تعودنا شوف أنا يعني اللي أحم اللي يجب يكون منك من الأول البيت أول وأهم كل شي يعني الكويت المهات اللي ربوا أهل الكويت والأباء اللي ربوا الكويت اللي وصلوا هل كانوا كلهم حملت شهادات الدكتور أبدا نعم ما أقول أنا العلم طبعا المفروض يسطل هذه الأشياء اللي ربوا أمهات يمكن بعضهم حتى يكون الخط الصلاة تعظف تقدر تقرأ يعني يعني تقول من القرآن الكريم لكن ما تعرف تكتب ما تعرف شور طلعوا هذو الأهل الكويت اللي اللي هما يقودون الكويت الحين يعني اللي عمارهم بالثمانينات هل كانوا في جامعات لهم إنما كان يعني مبدأهم وديدنهم الدين الإسلامي الحنيف القرآن الكريم نعم دائما يستجهدون بكلام الله لو كان هذا الآن يعني العفو الأمهات شوية تعطي من وقتها بس للطفل اللي أمامها هو يدرس في المدرسة يجي يقط الكتاب من المدرسة بس ما نشعر في كتاب المدرسة ما رح يعطي القدر الكافي من الثقافة اللي يجي بيأخذها من كتاب يقدم لأبوه يقرأها في مبادئ حلوة البيت هو الأساس هو الأساس الركيزة الأساسية في الحياة هي البيت بالنسبة للطفل الصغير يكبر يدخل المدرسة يتعلم تربية وتعليم صح لكن التربية الأساسية في البيت يعني كل واحد ساك على روح بدار و ما يخالف خصوصيته من حقهم الآن في الوقت الحاضر كل إنسان تكون لها خصوصية سواء بنت أولد ماما أنيسا ندخل في خصوصياتك شوي نبينعرف يومك بشكل اهتمامات أنا أقرأ كثير صراحة أحيانا مطلوب مني يعني عايش ببيت أختي ما عندي شغلة سوية في البيت وما فيني بالسنة تسمح لي أني قاعد أشتغل يعني أنا يومي يعني راح أقول لي يومي اليوم والله صدقي أنا اليوم صممت أني أنا حاسة أن الغرفة واللي حوالي شيء مو طبيعي حوسة نسميها بالكويت حوسة نسميها بالكويت فأنا نسميها بالكويت أنا أنا وضع كرسي وكرسي هذا ينتقل من دولابي إلى دولابي يما لقيت صدقيني لقيت أوراق لقيت هدوم لقيت شغلة بالكويت معنى لأنها سيئة لا لأن يعني أنا بخلي هذه أنا للصيف أنا ضامن نفسي يأتي الصيف وأنا حيا أشيها للسنة الجاية شتا ضامن نفسي أنا من كثيرة تطلع ما أطلع وايد والله يعني سويت العيل أقول لهم في بيتنا أقول لهم من بعد الغد أنا فيه من تاسب يعني حسيت وراء جاية لكم الله أعطيت العافية صح عايزان لتعورني ما أشيه شغل بس أشيل شيء بس قربي انشرح يعني الحين أنت هوايت غير الإعلام القراءة 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 والقرآن الكريم مهم جدا يعني يوميا يعرف هذا صحيح يوميا فأفتح يوميا لأن أنا أقوم مبشر ما شاء الله ما تتقومين ماما أنيسا دعنا أتعلم ما أقول لك يعني خمسة لازم خمسة خمسة ربعة أنا فتح إذا أكون فتح قبل بعد ساعات فأول شي أقوم أغسل وتي لازم أفتح لأنا أضع أجزاء القرآن من أول جزء لغاية الثلاثين ما أقدر أقضب المصحف كبير مرة واحدة في أجزاء يعني إذا أول صح أقرأ جزء إذا يأخذني اليوم كله أقرأ ثلاثة أربعة ساعات يوم جزء واحد الله يتقبل لكن أفتح يومي بالغرآن الكريم إلى جانب عد الكتب وحد من تقرين ما يهمني حق من وقر شوف في الحين بنات كويتيات مؤلفات لكتب رجال أيضا يهدون يكتبهم أقرأها إلى جانب الكتب الزمان وغير القراءة أمام أنيسا تابعين الإعلام تابعين تلفزيون يومي تلفزيون الكويت لا أفعرق هنا صراح لا مجاملة لكن هناك تلفزيون الكويت يشدي أن مثلا بالأخبار لا يتخطى أحسبها لتلفزيون الكويت شيء طيب أنه لما تأتي أخبار أشعر العالم كلها واختبصة وإذا دير متخقب تلاقي تلفزيون تلفزيون العالم تلفزيون أهل الكويت وإنه أنيسا رحمت الله عليهم الوالد والوالدة الله يرحم ما أكثر أثرته في شخصيتك ما أكثر شيء تعلمتي منهم وحابة أن يستمر في الأجيال اليأية أنا أمي الله يرحمها أروح إلى الجنة وأبوها الله يرحم أمي ويتصاق شديدة صارمة ويتصارمة يعني التشذب ما لم يكن في حياتها وأنت تسوي شيء قولي سويته كسرت الشيء كسرته لا تبنشين فلان لا تخافين وبنفس وعلمتنا أن نحن نحترم اللي أكبر يعني أنا حتى حتى الصغير يعني أذكر أنا وأخوي وليد الله يرحمها حصل بيننا نقاش أصغر مني وليد يعني بيني وبينا عمر حوالي أكثر من ست سنوات مجسر وغلط عليه بكلمة الله يعني أنا أقول للأمي الله يرحمها دائما أقول الله يعني روحكم الجنة أعلمتني أني أخطف على الصغار هذا أخوش أصغر مني لأنه طاح لما كان يطقني ما يسوي طاح بالأرض فقلت قلعة يعني أنا كلمة بالكوين يعني قالت لي بدلا ما تقولي اللي أسمل عليك أعليت من الطيحة أنت يعني فرخانة شوف التربية ودقة اختيار الكلام هذا يعلم بالنسبة للوالد الله يرحمه الوالد كان حنون إلى جانب الشدة اللي هو فيها حنون ويأخذ دائما طابع النصيحة التعلم بنصيحة هاي كانت ويت جميل الله يرحم كان يترك لي يعني من الأشياء اللي أثرت فين صراحة من الوالد كان الإدعاء صح يعني كان يترك لي فرصة كان يترك لي فرصة أن أكعد معها على بعض البرامج نسمع نشرة الأخبار من أي بلد مثلا يعني ججاني أنه أقرأ أي شيء لأن مرة حصل أخي عبدالعزيز الله يرحم أيضا أنا لا أخذ منك عند مكتبة كبيرة المفروض أخذ كتاب واحد إذا أقرأ السهوة للقرأ ونشرت مكتبته معظم الكتب جدامي فتضايق فأبوي الله يرحم قال لا يا عبدالعزيز شجعها وقالها تقرأ أنيسة اقري يعني ليس أنيسة أذكرها الله يرحم أنيسة اقري اللي تبين أي شيء يطيح بيدين اقري قطعة تبرقة أي شيء اقري اللي ما تستفيدين مننا اليوم راح يكون في دين شلما تكبرين وفعلا النصيحة واي طيبة والله نصيحة تكتب بالله بالصراحة وسمعت أنه كان عندكم سينما منزلية بالحوش كلمين عنا نحن بيت نكان شبير وفعلا كان يعني أول من دخل للسينما شاشة وأفلام أنا أذكر منها حتى حين أقول أختي بثينا من صغرتك كان عندك غرام بثينا وعنتر وعبلا وزير يعني كانت عندنا أفلام هذه نشوفها يعني كان يعني ومحيط بيتنا مو يعني مكتوب كان محيط مفتوح شوية كان يزورونكم الناس أساسي شوفون الكويت فيها ميزة القديمة أن ما كانت البيوت تتسكك ما كو بيت مسكوك البيت أكو يعني البيت دهري طويل والباب وباب مفتوح فالبيت يتخلق كل ربع يعني يدخلون الربع الوالدة اللي يدخلون لها يعني بس إحنا مو منحق ما نكعد معهم الصغار البنات ما يقولوا مع الحريم الكبار ايي أنا أذكر ونحن صغار فعلا يداتنا وماتنا كان يمنعوننا من هذا الشيء ليهم السلوب وحياة غير اللي احنا مفتوح نشوفها وماما أنيسا المرأة الكويتية كان يعني معروفة باهتمامها بالأناقة طبعا أنا اليوم سوي تسريحة ماما أنيسا وين شعر أنا أنا استلهمت اليوم اللوك من ماما أنيسا التسريحة والألوان القوية اللي تحبين أنا أحب اللون بلضبط فاخترت اليوم خصيصا للحلقة يا حبي فخليتكلم عن اهتمام المرأة بطلتها زائد اهتمامها نقول أناقة المظهر والفكر شون المرأة تقدر تجمع هالشيء والله المرأة اللي أناقة في تفكيرها هي اللي تعرف شون ينعكس هالشيء على مظهرها يعني الأناقة يعني هذكري بيت من الشهر يقول ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال الخلق والأدم الله يعني أنت متطلعين على قولة أم متطلعون بهذلين بس يعني شنو عندنا كان واللي عندنا الحين ما شاء الله والحين الكويت يعني الخير فيها تشوفين الأشياء كثيرة يعني أنت مشرط تلبسين ماركة معينة عشان تكونين أنيقة أنيقة يا ما يا ما لبسوها أنت تلبسين شيء حلو مرتب ومريح يغنيش عن البراند اللي أنت تختارين إلا شرط الماركة هذه ولا ما لبس يعني في صار عندنا هذه الهوجة هذه اللي لازم يعني لأن بعض الناس حتى يعني يقال أن يشيلون تياس ماركة معينة ما في مجرد التباهي هل هل الناس تحترمج لأن أنت لابس الماركة غالية لا همهم الناس همهم الجوهر للمظهر صحيح أمية بالأمية ماما أنيسة بعد كل هذه المسيرة الطويلة كأم لأطفال الكويت الحمد للأشياء ليس لأطفال الكويت الكبار الكبار السنوات طويلة الأطفال سيصيرون الكبار أكيد ما الأمور التي تتمنى أن تحقق ها للطفل لكن الظروف لا أسعب التي أستطيع أن أحققها رأي الآن أتمنى ما يحتاج الطفل ما يقص الطفل الآن هل يوجه المسرح البرامج إذا تقدم مسرح هادف وتقدم برامج أطفال هادفة للنسبة للطفل هذا صح وتقدم حتى سينما هادفة تقدم كتب يستطيع الطفل أن يقرأها أنا لا أقول الطفل الذي توا عمره سنة وستة سنين شوفي نجزة أنا يعجبني في الطفل الإنجليزي عندما كنت في دورة أخرج في الباس لم أأخذ تاكسي أو سيارة في الباس عمري لا أرى طفل إنجليزي يلعب أطفال صغار يعني عمر ثمانية سنة عشر سنة اثنى عشر 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 لأن الكبار يمارسون نفس في الحواية أو الحب هذا صح كذلك كتب ولا يلتفت ما يحدث ما يحدث في حوالي ليس مهتم نعم يعني الكتاب ثقافة والحياة ثقافة والثقافة ما هي في البهرجة والكلام يعني لا معنى أو لا ما لا معنى يعني حتى الموبايل هذا تستفيدين يعني أنا لو تشوفين موبايلي معظمة حتى أطفال حتى كبار يبعثوا لي أشياء حلوة أنا أقولها في البرنامج أقولها بالإذاعة تقولينها بالإذاعة حلوة أقولها بالتلفزيون أنا أقدم أعمل مقدمات لبرنامج الأطفال القديم لبرنامج عيال الديرة القديم عامل كذا مقدمة وبالعمر اللي أنا فيه الحين وين فرق ويطلع البرنامج يعني اللي هو قبل كورونا طبعا لأ هذه البرنامج عاملوا مقدمات لها من كلمات جاءت خلال بني أو ولد أو شاب أقولها وأقول اسم فلان لفلاني ما أغمط حق أحد يعني لو تجيني كلمة فلان كأدف لي أقول فلان قال لهذا ماما أنيسا في سؤال بادر ذهني هل أنت مع موضوع أن الأطفال يقدمون برامج الأطفال لا أنا هذه قلتها ليس اليوم أيام ما كان أخي عبد العزيز الله يرحم الله يرحم في الإذاعة كانت تقدم طفلة تقدم يعني أنا قدم برنامج أطفال صح تقدم طفلة برنامج كانوا يعيبين هنا يعني تقدم ما لي شغل أنا أنا قدم بس قلت لها برأي عندك وكيل ما يصير طفل ما يتخاطب هم يتبع من يعلمها من يعطيها النصيحة الطيبة ما تقول للأطفال فعلا يعني ما تقول له لأن الطفلة التي تقولها قاعد يعلمونها قاعد يحفظونها أو أنا غلطانة يعني يعني تأتي طفلة تقدم بالتلفزيون تبتعطي نصيحة أو تتكلم عن الموضوع فهي ملقنة يعني ملقنة يعني ما كانت تحس الكلام التي تقولها لا يمكن هذه مقطة ما تحس بالكلام التي تقولها فما يصل إلى القلع يعني عفو أنت سألتني حتى قبل أن أنا أحس يوم الكلمة التي أقولها يعني أنسى يعني 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 ما يمني شكلي حتى وأنا شابة صغيرة نعم والله يمكن أقولها وأنا صادقة عمرة ما كانت في جدتي التي شالتها بديني مش طول لمعنظرها ما تشيكينا أبدا هذا نعي أشهد الصراحة لا مش طول منظر يبني يكون قلم و نوتها صغيرة شدي نعم أكتب فيها جميل الآن عندما أرى شي أراق أتصفح الإنستجرام و على الطول أضع القلم يمي يمي قلم أوراق أنقل منها و ترى الآن بوك الفلوس المليان أوراق أقول أحتاج لها بالإذاعة أحتاج بالتلفزيون أولا في يوم الأيام معلومات أنا تفيد لأن أنا من الطفل الصغير أتعلم طبعا أتعلم هذا الشيء أكيد 100% أتعلم ومهما نكبر نظل محتاجين أتعلم لأن لا تتشذبين لأن لا تتشذب لا تتشذب لأن لا تتشذب لأن لا تتشذب لأن نحن القدوة نحن القدوة للحفظ نحن الكبر قدوة للطفل أكيد بالمقابل نتكلم عن رايش في المرأة الكويتية قدراتها عطائها تحقيقها لذاتها في هذا الوقت تفوقها في المجالات مرأة الكويتية ولله الحمد من يوم فتحت عيوني على الدنيا وعرفت الدنيا وهي المرأة الكويتية بخذ خط طيب هذا ما حد يقدر ينكره دخلت علينا التعليم والمدنية والتكنولوجيا الحديثة ما غيرت المرأة الكويتية المرأة الكويتية نتاج عائلة كويتية مسلمة طيبة مساعدة المرأة للرجل قليل من تفكر أنه هي تغلبت وندن ند الرجل عمرها ما كانت المرأة ندن ند الرجل وإلا كان الإسلام حطها كان حطها الإسلام كرم المرأة المرأة هي الأم أكبر من هالتكريم أنت شفتي في القرآن الكريم عندما تقرينا وإسم الله سبحانه وتعالى يأتي في آية إلا وراها سبحان الله إلا وراها الأم أو الوالدين صحيح هذا ما معناه إذا الإسلام كرم هذه الأسرة كرم هذه المرأة نعم فإن شاء الله البنات الكويت الصغار ماشيين على خط الجدات والأم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نبي ننتقل لمدرسة أنيسة محمد جعفر هذه المدرسة التي تسمت بإسمج كان وزير التربية في ذاك الوقت دكتور الولد الذي أحترمه وأحبه وايد 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 دكتور نايف الحجرف كان هو وزير التربية في ذاك الوقت وكلمني وقال لي وحتى أنا يوم كنت تعبانة عندي يعني ما لي خلق بس بيروح ولازم أروح أنا مدرستي وفعلا كانت فيها ناظرة مديرة المدرسة هي متوسطة بس كانت مدرسة نموذجية من المدارس النموذجية الحديثة كانت نوال الدخيل هاي نوال الدخيل البنت اللي عمري ما أنساها أسعدت كثير كثير في إدارتها لهذه المدرسة وأروح لها كل سنة وعمل عندها برنامج اتركتها الحين جاءتها مديرة جديدة معني ما تعرفت عليه يعني على مديرتها بس أكيد بنية مبنات الكويت اللي الله يوفقه إن شاء الله طبعا هذا تكريم وتقدير سواء من المجتمع أو من الدولة الحمد لله ما قصره اللي أكيد نعتز بشخصية مثل شخصية ماما أنيسا تكريم والله يعني أنا التكريم أخذي يوميا بالمدارس كنت والله أنا أستحي لما أدخل على مدرسة سواء روضة أو يعني رياض أطفال أو ابتدائي أو مشترك أو متوسط والله أستحي يعني هذا الحب والتقدير والاحترام اللي قاعد أشوفه هلآن أستهلة فعلا طبعا والله أكيد يعني أشوف منهم شيء يعني الحمد لذلك أنا إذا أنا حزينة من شيء أنه بعد الكورونا ما عادت المدارس وما عدت أنا أقدر أصلا أروح لمدرسة يعني مثل أول العمر لا أحكام يا أمو بس أنا قلبي دائما معهم الآن أنا مفكرة وإن شاء الله بسوي برنامج مثل برنامج ما أقول دوانية قاعدة مديرات المدارس ومدراء المدارس بعض الأبناء والبنات يجوني في البيت ونبي نعمل برنامج مثل دوانية قاعدة شديد وأخذ آراءهم وإذا في أطفال ما يمنع ونعيد الأمجاد القديمة بشكل حديث طبعا ماما أنيسة حتى لو حاليا أنت ما قدرت توصلي للمدارس أنت واصلة للقلوب تركت إرت جميل وانا بينما البديرات بسدقين اتصال دائما والسنة طلبوا مني كلام بالموبايل أقول لمدرسة ترصت فيني تبيني أقول في بداية العام الدراسي تكلمة لطلبها قلت تكلمة قلت في نفسي هاي بتجر تكلمة يعني يمكن أخذت وقت كله أيام كثيرة كل مدرسة فيها مهم نجسة يطلع صوتها الصبح للأطفال للأطفال وللكبار عشان شي يقول عطاقتش لن ينتهي إن شاء الله دائما وأتمنى الفكرة التي طرحتها تتحقق ونشوفها على أرض الواقع إن شاء الله ستكون قريبا إن شاء الله لأنها ستكون تواصل جميل ما بين تلجيل الذي نحن تعودنا عليه وحداثة تلجيل الحالي كل الشكر لك ماما أنيسة طولنا عليك لكنك من أجمل ضيوف التي استضفناهم في برنامج أسفرت وفعلا الليلة أسفرت بأجمل شمس إن شاء الله يعالها لا تغيب يا رب والله أنتو اللي أسعدتوني أعدتوني أن أقعد معكم وبين عيالي بالسنسة أنا فيكم والوزارة والهانة عليك بعد يا أمي ومن زبان ومن داخل ودارتها لا صحيح وما قسرت صراحة وأتمنى دائما لكم التوفيق في كل خط وتخطونها أتمنى أن أشوف الوزارة هذه هي أصل مو مبنى هي شباب كلكم من الوزير لغاية الصغر واحد فيها أصل لي وفقكم أتمنى دائما يسودكم الاحترام بين بعضكم البعض والحب وتعرفون أن كل الشي اللي تسوونا من أجل الكويت والكويت السهل للخير شكرا ماما شكرا وشكرا لكل من تابعنا في حلقة اليوم نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج أسفرت مع السلامة موسيقى اشتركوا في القناة